لا تفعل العبادة تخلصا بل افعل الطاعة قربة إلى الله الله لا يضره أنك تعصيه لكن أنت تهلك إذا أصيته قد جاء في الآبات الصالحين اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك والصحابي الجليل عمر بن الحاصل لما حضرته وفاقات اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر لكن لا حول ولا قوة إلا بك